من خلال الدرس ده هنتعلم ازاي نعمل زومنج ونافجيشن داخل الصورة زومنج يعني تكبير او تصغير لنسبة الرؤية مش لحجم الصورة نفسه لنسبة الرؤية ممكن اشوف الصورة بحجم اكبر او اشوفها بحجم اقل ده الرؤية او ده اللي اسمه الزومنج كمان النافجيشن ده معناه ازاي اتحرك داخل نفذ التصميم هو ده اللي احنا هنعمله من خلال الدرس ده وبطريقة ثالثة جدا انا ممكن اعمل زومنج ونافجيشن باستخدام الطرق التقليدية بدون استخدام لا ادوات ولا بانلز ولا اوامر ولا اي حاجة خالص الكلام ده هيتم ازاي الاول لو انت بصيت فوق هتلاقي ان نسبة الرؤية الحالية هي 66% يعني انت دلوقتي شايف الصورة ب 66% من حجمها الطبيعي مش ده حجمها الطبيعي لو انا حبيت اجيب حجمها الطبيعي او اغير النسبة بصفة عامة هتلاقي تحت بقى في رقم مكتوب كده مكتوب اهو 66% لو انت زللت القيمة دي وبدأت تكتب قيمة اخرى مثلا مية وهضغط انتر هتلاقي ان نسبة الرؤية كبرت بنسبة مية في المية ده الحجم الطبيعي طبعا ممكن اصغر اخليها مثلا خمسين في المية كده ده نص حجمها ممكن برضو اكبر اكتر اخليها متين في المية مثلا بالشكل ده يبقى انا اقدر اعمل زومنج مباشرة اهو من خلال القيمة تحتها اما بالنسبة للنفيجيشن فده طبعا بطريقة تقليدية جدا انا ممكن استخدم اشريطة التمرير دي كده انا بعمل نفيجيشن او بتحرك داخل الصورة بالشريط الافقي والشريط الرأسي بس طبعا دي طرق عقيمة جدا للتحرك تعال نشوف بقى ادوات الزومنج والنفيجيشن داخل برنامج فوتوشوب من ضمن الادوات في سندوق الادوات فيه طول مهمة جدا او اداة مهمة اللي هي الزوم طول ودي ممكن استخدمها لعمل التكبير اه والتصغير ازاي لو اخترتها وذهبت الى اه نافذة التصميم او الصورة بتاعتي هتلاقي ان اشارة الماوس بقت عدسة وجواها علامة زائد المفروض دلوقتي انه مستعد للتكبير لو ضغطت في اي مكان هيبدأ يكبر اه الصورة بالشكل ده مع الوضع في الاعتبار ان المكان اللي انا بضغط عليه ده هيبقى بقرة اهتمام التكبير فمسلا لو رحت مسلا لمنطقة متطرفة الجزء ده مسلا كده وفضلت اضغط عليه هتلاقيه بيكبر مع الاحتفاظ بالمنطقة اللي انا بكبر عليها دي تبقى اه في بقرة اهتمامه للرؤية الباقي طبعا اختفى لان التكبير زاد بس النقطة اللي انا كنت بضغط عليها اه المفروض انها اه باينة قدامي بس طبعا لاني كبرت اوي فكل التفاصيل راحت عموما طول ما اشارت الماوس عدسة وجواها علامة الزائد يبقى فيه فرصة اكبر للتكبير يعني لو ضغطت كمان بدأ يكبر كمان يكبر لغاية ما اشارت الزائد تختفي من العدسة معناه ان كده خلاص مفيش فرصة تاني انه يكبر اكتر من كده انما فيه فرصة انه يصغر ازاي لو دغطت مفتاح alt من الكيبورد هتلاقي اشارة نقص بانت جوه العدسة معناها دلوقتي مستعد للتصغير وطول ما انا ضغط alt واعمل في اي مكان هيبدأ يصغر زي ما انت شايف انا ضغط alt وبيصغر بالشكل اللي انت شايفه ده يبقى انا صغرت وكبرت عن طريق العدسة بدون alt بتبدأ تكبر وباستخدام alt بتصغر او على فكرة لو مش عايز تتخدم alt ده انت عندك فوق اهو في الابشنز او الكنترول في اه العدسة اللي عليها زائد والعدسة اللي عليها ناقص لو ضغطت على النقص يبقى انت كابل تصغر بدون بقى متستخدم alt ولو ضغطت على الزائد يبقى انت كابل تكبر باستخدام alt خلي بالك بقى الشرط كاتس دي ممكن تتعكس بمعنى ايه انا لو اخترت النقص دلوقتي يبقى العدسة دلوقتي بقى الطبيعي بتاع انها نقص فما بضغط بتصغر انما لو ضغطت alt دلوقتي اتحولت الاشارة الى زائد ويبقى انا دلوقتي بكبر. يبقى ايزا انا هممكن نقول وظيفة اخرى للشرط بتاع الت ده انه بيغير اشارة العدسة. ايا كانت بقى لو هي ناقص واضغط الت تبقى زائد. ولو هي زائد اهي واضغط الت تبقى ناقص. يبقى دي الطريقة العادية اللي انا بستخدم بها اداة لعملية التكبير والتصغير. لو ضغطت دلوقتي على الاداة دابل كليك. هيبدأ يرجع الصورة بحيس انها تملى الشاشة بالزبط. يعني مهما انا كبرت دلوقتي كده. وضغطت على العدسة اه او على الاداة دابل كليك. هيبدأ يرجع الصورة للحجم ده. وخلي بالك كمان لو مصغر كده. وضغط دابل كليك. بيعمل حاجة اسمها اه فيت اه للسكرين. يعني بيملى الصورة بيزبطها بالزبط على الشاشة. بالزبط نفس الوظيفة بتاعت الاداة اللي مكتوب عليها فيت سكرين اللي موجودة في الكنترول. لو ضغطت عليها هتعمل نفس الكلام. يعني فيت سكرين او دابل كليك على العدسة. هيزبط الصورة على قد المساحة المتاحة للعرض بالزبط مهما ان كانت نسبة التكبير او نسبة التزيير. ممكن كمان باستخدام الاداة بتاعت العدسة اني اكبر منطقة محددة في الصورة. بمعنى انا عايز اكبر منطقة العين دي مرة واحدة كده بدل ما افضل اضغط اضغط لغاية ما تجبر انا عايز اكبرها مرة واحدة. فبالاداة دي اروح راسم مستطيل كده حوالين العين. طبعا انا لسه اضغط على المفتاح الماوس ما شلتش ايدي. اول ما شيل ايدي بعد محدد المنطقة هتلاقي المنطقة دي كبرت بالشكل ده. لو ضغطت دابل كليك هترجع تاني. مسلا المنطقة دي كده. عايز اكبرها. تبقى بالشكل ده. دابل كليك ترجع تاني. وهكذا. يبقى ازا ممكن ارسم بالاداة دي حوالين المنطقة اللي انا عايز ابدأ اعمل لها زوم بشكل مباشر. كمان عندي حاجة مفيدة جدا واسمها سكرابي زوم. لو حطيت صح انا على الاختيار ده كده. بقى عندي امكانية اني اعمل زوم ناعم لمنطقة. بمعنى ايه? لو انا وقفت مسلا عند العين كده. وضغطت مفتاح الماوس وبدأت اتحرك الجهة اليمين. هتلاقي شايف الزوم بيكبر معاك. واحدة واحدة لغاية ما توصل للمنطقة اللي انت عايزها تشيل ايدك على مفتاح الماوس. والعكس لو ضغطت وبدأت اتحرك جهة اليسار. هتصغر. يبقى كليك وتحرك جهة اليمين. بيتم التجبير. وجهة اليسار بيتم التصغير. طول ما انا ضاغط على مفتاح الماوس. ما شيلش ايدي بالشكل ده. ولكن الادا دي ممكن ما تلاقيها الشغالة عندك. ليه? لو انت ما عندكش كارت شاشة. ومعرفه صح على الجهاز. ومعتمد بس اما على التعريف الرئيسي بتاع الويندوز لو انت عندك كارت شاشة. او لو اصلا ما عندكش كارت شاشة فمش هتقدر تستخدم التقنية دي. عموما انت ممكن دلوقتي تختار ادت وتختار من اه بريفورمانس. هتظهر لك النفذة دي. اه اولا اقرأ اللي مكتوب هنا جرافيك بروسيسور. هتلاقيه ديتكتد جرافيك بروسيسور. يعني هو لقى دلوقتي كارت شاشة. كارت شاشة دي مواصفاته اهو. اه نفيديا اه وكزا مواصفاته جي فورس مش عارف كام. المهم انه اكتشف ان في كارت شاشة موجودة عندي. لو انت ما لقيتش الكلام ده موجود عندك يبقى انت ما عندكش كارت شاشة او مش متعرف صح. فلازم يكون متعرف صح. ولازم كمان تبقى حطت صحة على الاختيار ده. علشان يقدر اه يستخدم اللي انت حطه او الكارتة الاضافية اللي انت حطيتها وبالتالي بعدك امكانيات اه الزوم بالشكل ده وامكانيات اخرى مش دي بس. اه عموما انا لو شلت الصح وضغطت اوكي حتى دلوقتي هتلاقي ان ما زالش غير رغم ان شلت صح. لان لازم تطفي الجهاز وتولعه من جديد. يعني حتى لو انت جبت الاختيار ده كده. انا عملت مش مشكلة ممكن ارجع اختار من هنا بريفورمانس. اه لو انت لقيت الاختيار ده كده وحطيت صح وضغط اوكي برضو هتلاقي الاداة مش شغالة. ليه? لانك لازم تقفل اه الفوتوشوب وترجعه او تفتحه من جديد علشان تبدأ اه تفعل الخاصية دي. عموما دي ميزة موجودة اضافية ممكن تعمل بيها زي ما وريتك. طيب ده بالنسبة للزوم وما للنافيجيشن او التحرك. احنا قلنا اتحركنا قبل كده على القادم الرقصية والافقية ولكن دي مش طريقة عملية يعني. انما العملي ANd tool لو ضغط عليها. هتلاقي اشارة الموز بقيت ايد بالشكل ده. لو ضغطت دلوقتي على مفتاح الموز الشمال وبدأت تتحرك. هيبدأ اهو يحرك معاك الصورة من المنطقة اللي انت قبطت ايدك فيها. يعني لو ضغطت هنا مسلا كده. وبدأت اضغط مفتاح الماوس الشمال وتحرك. يبقى انت ماسك من المنطقة دي وبتبدأ تتحرك. من هنا يبقى انا ماسك من المنطقة دي وببدأ اتحرك بشكل يعني آآ مباشر واسهل بكتير جدا. طيب لو انا عملت دلوقتي آآ على اداة الزوم وروحت مختار الهند تول وبدأت اتحرك فالصورة طبعا طلعت فوق كده بالشكل ده. انت ممكن تسحبها ترجعها او برضو نفس ما عملنا في العدسة لو ضغط على الهند تول بيرجع تاني بتاع آآ الهند تول دي وتبدأ تتزبط قدامك بالشكل ده. طيب كمان في شورت مهم جدا للاداة دي. طبعا انا مفروض طول بقى البرنامج ببدأ استخدم الادوات المختلفة دي عشان اعمل عشان فرشة برسم بيها. فمش معقول لو انت عايز تبدأ تحرك كل بتختار مسلا الاداة دي. وبعدين تروح مختار الاداة دي تبدأ تحرك وبعدين ترجع تختار الاداة دي تاني. لا. في طريقة اسهل جدا لعمل آآ الهند تول دي. ان انا وانا مستخدم اي اداة اخرى. لو حبيت احول الى الهند تول دي عشان احرك منطقة اخرى. فحضغط مصطرة المسافات. هتلاقي اشارة آآ الماوس. تحولت الى هند تول مع ملاحظة ان مزالت الاداة اللي مختارة هي دي. بمعنى ان انا طول ما انا ضغط مصطرة المسافات ابدأ اتحرك اهو. ولو شيلت ايدي. رجعت اشارة الماوس العادية بتاعت الاداة اللي انا كنت باستخدمها. عايز اتحرك اضغط سبيس وابدأ اسحب في المنطقة دي عشان اتعامل مع المنطقة دي. اضغط سبيس واتحرك عشان اسحب واتعامل مع المنطقة دي. بالاداة دي مش باستخدام الهند تول بقى كل شوية ابدأ اختارها وارجع تاني. يبقى دي الطريقتين آآ اللي باستخدم فيهم الاداتين بتوع الزومنج والهند تول عشان ابدأ اتحرك واعمل زومنج او زومنج ونافيجيشن يعني داخل لوحة التصميم. اخيرا كمان عندي لوحة او بانل اسمها نافيجيتر ويندو ممكن استخدمها برضو آآ في التنقل. آآ طبعا اللوحة دي عشان اظهرها من قائمة ويندو هاختار نافيجيتر وعلى فكرة علشان وانت بتبحس الاوامر بتاعت او النوافذ اسمائها مرتبة بجادي. فانت بتدور في النافيجيتر اللي فيها حرف الان على طول بدل ما تعد النظرك رايح جاي يعني ممكن تركز مباشرة. ده يعني حاجة عابرة. المهم هختار دلوقتي نافيجيتر. هتظهر لي اللوحة بالشكل ده. خلي بالك بقى المساحة الحمرة دي او المربع الاحمر اللي داخله دي المساحة الظهرة من آآ التصميم. يعني لو انا اخترت زوم دلوقتي وكبرت اكتر هتلاقي المساحة الظهرة بص بتقل ازاي او المربع الاحمر بيقل لان اللي ظاهر دلوقتي اللي جوه مربع الاحمر. ممكن بقى منتهى البساطة انا شايف دلوقتي نموذج للتصميم كله داخل اللوحة نافيجيتر. انقل المربع الاحمر ده اضغط عليه كده وانقله على العين دي. انقله على منطقة دي. طبعا لاني شايف نموذج كامل. انا ممكن اسحب المربع ده وانقله للمنطقة اللي انا عايزها بمنتهى البساطة. لو اللوحة دي مش ظهرة طبعا انا حفضل يعني اختار الهند تول وابدأ اتحرك كده هيبقى اسهل جدا ان انا اعمل نافيجيشن داخل آآ التصميم خصوصا لو انت عامل نسبة التكبير كبيرة جدا يعني. كمان ممكن انا اغير نسبة التكبير او الزومنج من اللوحة زي ما انت شايفت مكتوب دلوقتي سبعمية في المية. ممكن تكتب انت قيمة اخرى هنا زي ما عملنا قبل كده من تحت. كمان آآ ممكن آآ ان انا اعمل زومنج عن طريق السهم المنزلق ده اسحابه يمين او اسحابه شمال. او اني اضغط على الاداة دي للتصغير. والاداة دي للتكبير بالشكل اللي انت شايفه ده. كل الطرق دي اللي احنا تعلمناها من خلال الدرس. اللي حاجتين بس اللي هما الزومنج والنافيجيشن. وخلي بالك الزومنج والنافيجيشن دي حاجة مهمة جدا لان ده اساس الشغل داخل التصميم لو انت بقى هتشتغل بشكل يعني احترافي. آآ المهم ان احنا تعلمناهم بشكل جيد. علشان برضو الدروس اللي جاية يبقى الموضوع فيه تقدم وفيه كمان امكانيات انت عرفتها من خلال الدروس اللي فادت.